يا إلهي كيف حدث هذا لقد أغلق البحر أمواجه على فرعون وجنوده لم يترك منهم نفر على قيد الحياة لا أستطيع أن أصدق ما أرى لقد انتهى جيش فرعون الذي طالما أذاقنا الذل والعبودية والهوان كيف فعل موسى هذا إنه لنبي حقا لقد ارتحنا من فرعون وجنوده بضربة عصا واحدة إنني لا أصدق ما أرى هل أنا أحلم؟ واحتفل العبيد وأكلوا وشربوا وطربوا ورقصوا فرحا بغرق فرعون وجنوده وطوى صفحة الذل والعبودية للأبد وسجد موسى لله شكرا لأنه نجاه هو وقومه من فرعون إلى الأبد وسار موسى والعبيد وراءه إلى ميقات ربه وتوغل في الصحراء أكثر وأكثر وأكثر فلنسترح قليلا يا موسى قد أنهكنا السير إننا نسير منذ يومين ولم نذق طعم النوم نعم نريد أن نستريح لقد تعبنا إنهم عبيد بني إسرائيل الفارين من فرعون نعم لقد سمعت عنهم وهذا هو نبيها ورسول بني إسرائيل إن اسمه موسى وهذا هذا هارون أخوه وقد نجانا هو وربه من فرعون وجنوده لقد ابتلعاهم البحر وأغرقهم عن بكرة أبيهم هل ترون هذه العصى؟ نعم نعم لقد فلق موسى بها البحر فأصبح كل فرق كالطوض العظيم فمررنا وسط الماء إلى الشط الآخر وأسرع فرعون وجنوده وراءنا بالدخول إلى البحر ولكننا مررنا بسلام إلى آخر فرد ثم التحمت أمواج البحر وغارق فرعون وجنوده فيه كيف فعل موسى هذا؟ إذن فهو ساحر عليم يقول إنه مرسل من رب العالمين هيا كفاك كلاما وبعد مسيرهم ليومين متواصلين دخل موسى مع قومه على قرية كان أهلها يعبدون الأصنام انظري إنهم يسجدون لآلهتهم إنهم قوم صالحون يا ليت لنا مثل آلهتهم هذه يا موسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله نريد إلها نقدم له القرابين والصلوات نريد إلها نراه نعم 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 اجعل لنا إلها وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وهكذا طلب العبيد من موسى أن يكون لهم إلها كما لهؤلاء القوم إله وغضب موسى منهم وهاله ما قد سمع ووقعوا في الشرك مرة أخرى ولم يمضي على نجاتهم بضعة أيام وبعد أن سمعوا ما قال موسى وراء غضبته أكملوا المسير وراءه وبعد أن سار موسى بقومه خارجا من القرية التي كان أهلها يعبدون الأصنام دخل على سيناء ومروا من أمام جبل الطور وجاء أمر رب العالمين لسيدنا موسى عليه السلام بالذهاب إلى أعلى جبل الطور لميقات ربه وأخبر موسى أخاه هارون بما أمره الله به أخبره أنه سيعود إلى جبل الطور بمفرده ليلاقي ربه وأمره أن يستخلفه في قومه وهكذا ترك موسى العبيد في يد هارون وبدأ رحلة الصعود إلى الجبل وصل موسى أعلى قمة جبل الطور وقد كان صائما فتم ميقات ربه أربعين ليلة وحانت اللحظة وجاء الوقت الذي سيسمع فيه موسى صوت الحق عز وجل وانتهى ميقات موسى مع ربه بعد أن أنزل عليه الوصايا وأراد أن يعود إلى قومه فقال له الله عز وجل فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري وأسرع موسى في الرجوع إلى قومه وهو يستشيط غضبا وفي يده الألواح التي بها الوصايا العشر وقد كان السامري نحاتا للأصنام من قبل وبعد أن ذهب سيدنا موسى لميقات ربه قام بإخراج العجل لبني إسرائيل ليعبدوه وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين فلتستغفروا إلهكم ولتبكوا ولتتوبوا إليه استغفروا على ما فات واطلبوا منه الرحمة فيما هو آت هني أن لكم يا بني إسرائيل فقد جاء ربكم إليكم أخيرا هيا اطلبوا منه ما تشاءون اطلبوا لتجدوا وها هو هارون آتني إليكم لكي يسجد معكم للإله اسجد يا هارون ها هو إلهك وإله بني إسرائيل اسجد اسجد إلى أن يأتي موسى ويسجد هو الآخر معنا وتفاجأ هارون بما رأى ولم يصدق ما يحدث وقال للعبيد والغضب يتملكه أيها العبيد إن هذا ليس إلهكم وإنه عمل شيطاني من أعمال السامري يريد به أن يضلكم عن طريق الحق يريدكم أن تشركوا بالله ما ليس لكم به علم وطلب منهم أن لا يسجدوا لهذا الصنم وليعودوا إلى عبادة الله ويستغفروا ربهم على ما صدر منهم لا تخدع العبيد يا هارون أنت تعلم أن هذا هو إلهك وإله بني إسرائيل فلتسجد له ولا تتكبر حتى لا يأخذك العذاب الأليم اتق الله يا سامري ولا تلقي بنفسك وبالعبيد في التهلكة هل تريد أن يعود العبيد إلى الشرك بالله مرة أخرى؟ هل تريدهم أن يضلوا بعد أن هداهم الله؟ حذاري مما تقول يا رجل إن هذا الكلام حرام عليك وسيغضب إلهك مما تقول نعم إن هذا هو إلهنا إن قلبي يحدثني أن هذا هو إلهنا وها أنا أسجد له وأطلب منه الرحمة والمغفرة هيا اسجدوا مع هذا العبد المؤمن ولا تسمعوا كلام المضلين اذهب يا هارون أنت ومن معك وإلا أصابك بطشنا وأنت تعلم أن بطشنا أليم شديد اذهب نعم اذهب بعيدا هيا 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 واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وظل هارون يدعو قومه ليلا ونهارا ليخبرهم أن هذا العجل عمل من عمل الشيطان وأن ربهم أكبر من أي شيء وطلب منهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويستغفروه وأخذ يذكرهم بمعجزات الله التي أنقذهم بها وتكريمه لهم ورعايته وقال لهم إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري فأصموا آذانهم عنه ورفضوا كلماته لأن النفوس التي اعتادت على الشرك صعب أن تخرج منه وظلوا على كفرهم إلا قليلا جدا لم يضلوا معهم واستضعف العبيد هارون وكادوا يقتلونه وأنهوا المناقشة معه إلى أن يأتي موسى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وجاءت اللحظة ووصل موسى إلى قومه ووصل إلى أسماعه أصوات الاحتفال اطلبوا من الإله كل شيء اطلبوا منه المال والوطن اطلبوا منه المملكة ابكوا تحت قدميه وجد موسى العبيد ساجدين للعجل وجن جنونه وثار لبه ولم يصدق ما يرى أمامه ورأى العبيد وجه موسى وقد اكتسى بعلامات الغضب صرخ موسى في العبيد صرخ وغضب وجهل وقال قولته بئس ما خلفتموني من بعدي قالها ثم ألقى الألواح من بين يديه وأسرع إلى أخيه هارون وهو يستشيط غضبا وأمسك موسى هارون من شعر رأسه ولحيته وشده نحوه وهو يرتعش من قمة الغضب وقال لهارون يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري وقال هارون بضعف نموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فسأله موسى لماذا لم يدمر هذا الصنم الذي سجدوا له إنه بهذا قد اشترك معهم في الخطأ ولكن هارون يرد عليه قائلا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وقال له كذلك بوهن وضعف يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين وأدرك موسى أنه ظلم هارون وأدرك أن هارون تصرف أفضل تصرف ممكن في هذه الظروف ولما رجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين فترك رأس أخيه والتفت إلى قومه وقال لهم بغضب شديد كيف ضللتم الطريق وعبدتم هذا الصنم كيف تسجدون لصنم بعد أن عافاكم الله من عبادة الأوثان ألم تروا بأعينكم ما حدث لفرعون ولكل من عبده ولكل من سجد للأصنام ألم تدركوا بعقولكم وقلوبكم أن هذا ليس إلهكم لماذا لم تسمعوا قول هارون ألم تستطيعوا الصبر قليلا حتى أعود إن الزنب كله يقع على السامري يا موسى لقد أضلهم وأخرج لهم العجل بعد أن صهر الذهب في الأفران إنه سبب كل ذلك وغضب موسى أكثر بعد أن سمع كلام المرأة وتقدم موسى من السامري وقال له والغضب يأكله ما خطبك يا سامري سامحني يا موسى لقد بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها على الذهب وكذلك سولت لي نفسي لقد أضلني الشيطان يا موسى بعد أن هداني الله سامحني يا موسى سامحني ودعوا ربك أن يسامحني على ما بدر مني ولكن موسى قد دعا عليه وقال له أن يذهب ولا يقترب منه وعقوبته أن لا يقترب منه أحد ولا يمسه أحد وأنه سينتظر موعد عقابه واستجاب له ربه وظل السامري بقية عمره وحيدا منبوذا لا يمسه أحد ولا يختلط به أحد من العبيد عقابا له على مسه ما لم ينبغي عليه مسه وأمر سيدنا موسى بني إسرائيل بإشعال النار وإلقاء العجل فيها حتى يصبح رمادا ويرى الجميع أنه صنم لا يضر ولا ينفع ولم يكتفي موسى بصهر العجل أمام أعين العبيد بل حمله بعد أن صار رمادا وذهب وألقى به في البحر وتحول العجل المعبود إلى رماد رماد يتطاير أمام أعين العبيد الضالين ثم ارتفع صوت قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا موسى وقال للعبيد الذين معه إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما والتفت موسى إلى قومه وهو ما يزال غاضبا وحكم في القضية كلها وأفهمهم أنهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل إلها وقال إن التوبة من هذا الجرم أن يقتل نفسه كل من سجد للعجل جزاء لما فعل فأمر موسى العبيد أن يقتل كل رجل أخاه وكل واحد صاحبه حتى قتل في ذلك اليوم ثلاثة آلاف رجل وتوسل العبيد إلى موسى فالترحمنا يا موسى من هذا العقاب إننا أخطأنا واتبعنا أهواءنا أدعو ربك أن يغفر لنا ارحمنا يا موسى وبعد أن بك العبيد ورجوا موسى أن يسامحهم على فعلتهم عفى الله عنهم وسامحهم إنه التواب الرحيم وبعد أن سامحهم الله زال الغضب من موسى والتفت إلى مهمته الأصلية وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وذهب إلى الألواح الملقات أرضا والتقطها وقرأ ما فيها على قومه وأمرهم في البداية أن يأخذوا بأحكامها بقوة وعزم واستمع الكل إلى الوصايا وبدأ قوم موسى في مساومته على الحق الذي أنزل في الألواح إنشر علينا الألواح يا موسى فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها نريد لكل واحد منا نسخة حتى نقرأ ما في الألواح بتأن وراوية ولكن موسى يقول لهم اقبلوا ما فيها ولكنهم راجعون مرارا وتكرارا إلى أن أمر الله ملائكته أن ترفع الجبل والألواح فرفعته فوق رؤوسهم كأنه غمامة ولما رأى العبيد الجبل كادوا يموتون من الرعب والخوف خشية أن يقع عليهم الرحمة يا موسى سيقع الجبل فوق رؤوسنا ويقترنا لماذا تفعل هذا بنا يا موسى؟ وقال لهم موسى إن لم تقبلوا ما في الألواح سقط عليكم ذلك الجبل قبلنا يا موسى قبلنا ما في الألواح يا موسى نعم قبلنا ثم أمرهم موسى بالسجود إلى الله فوضعوا خدودهم على الأرض وهم ينظرون لأعلى إلى الجبل بخوف ورعب وهكذا أثبت قوم موسى أنهم لا يسلمون لله وجوههم إلا إذا لويت أعناقهم بمعجزة حسية باهرة تلقي في قلوبهم الرعب وتثني الأقدام نحو السجود ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ونادى سيدنا موسى قومه إلى ضفة النهر ليخبرهم بأمر مهم وبعد أن اجتمع العبيد أخبرهم موسى بما يريد أمر موسى علماء بني إسرائيل وخيارهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه ثم أخبرهم أنه سيختار منهم سبعين رجلا لكي يخرجوا معه لملاقات ربهم الذي أمره بهذا ويخبرهم موسى أن هؤلاء السبعين رجلا سوف يدعون الله أن يتوب عليهم جميعا مما فعلوه سابقا وهل يجوز أن نستغفر الله على ذنوب لم نفعلها يا موسى هل يجوز أن نحمل أوزارنا وأوزار العبيد فليستغفر الله كل منا بلسانه ما لنا نحن وذنوب باقي العبيد يا لكم من مجادرين ويجيب موسى أن العلماء ورثت الأنبياء وهم الذين يحملون العلم بعدهم وهم المسؤولون الأوائل عما حدث في واقعة العجل ولأنهم عبدوا العجل مع العبيد يقع عليهم الذنب الأكبر لقد فتنا جميعا يا موسى ولقد عفى عنا ربك وأنت رأيت هذا ولكن موسى لم يعبأ بحديثهم كثيرا وبدأ في اختيار السبعين رجلا وسط صمت العبيد جميعا وكان كل من يسمع اسمه يقف وهو يتنهد في ضيق ويجز على أسنانه بغيظ يا لحظي المشؤوم أفل لك يا موسى لماذا أنا بالذات دونا عن كل العبيد واختار موسى السبعين رجلا وخطب فيهم قائلا لقد اختارهم الله للذهاب معه وهذه نعمة كبيرة وفضل من الله ولكنهم لم يحبوا لقاء الله ومن لم يحب لقاء الله فإن الله لا يحب لقاءه وجاء السبعون رجلا إلى موسى ثم قال لهم موسى بعد أن رآهم أمامه انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم واسألوه التوبة على ما تركتم وراءكم من قومكم صوموا تطهروا طهروا ثيابكم واقترب موسى ومن معه من الجبل وبات على بعد أمتار منه إنه جبل الطور ودنى موسى من الجبل أكثر والرجال واقفون مكانهم وفجأة حدث شيء غريب فإذا بعمود من الغمام تنشق عنه السماء ويتغش الجبل كله ما هذا الذي يحدث ودخل موسى في الغمام أكثر وفجأة نزل عمود نور ساطع باهر من السماء على جبهة موسى وقع نور ساطع لا يستطيع أحد من البشر أن ينظر إليه أو يطيق احتماله وضرب الحجاب على موسى ولم يعد يراه أحد من السبعين رجلا وكلم الله موسى تكليما وسمع الرجال صوت الله عز وجل وهو يكلم موسى ما هذا الصوت؟ من الذي يكلم موسى؟ هل تسمعون ما أسمع؟ نعم نعم نسمع نسمع صوت من هذا؟ صوت من هذا؟ اسمتوا حتى نسمع ماذا يقول واختر موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وانقشع الغمام وعاد الأمر كما كان قبل الغمام ووقف موسى والرجال وجها لوجه ما هذا الذي حدث يا موسى؟ فلتخبرنا بقصة ما حدث يا موسى وما هذا الصوت الذي سمعناه؟ وأخبرهم موسى أن الصوت الذي سمعوه هو صوت الله عز وجل لقد كنت أسمع الصوت من جميع الاتجاهات ويخبرهم موسى أن الله ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وأنهم محظوظون أنهم سمعوا صوت الله ولكن كيف لنا أن نتأكد يا موسى أن ما سمعناه هو صوت الله؟ نعم نعم كيف نتأكد؟ من الممكن أن يكون سحرا أو شيئا من هذا القبيل أو أن أحد الناس دخل في الغمام عندما غشينا الضوء وقال ما قال نعم نعم ما يقول من الممكن أن هذا ما حدث لقد سمعنا الصوت يا موسى ولكننا نريد أن نرى صاحب الصوت إن كان هذا صوت الله فإننا نريد أن نرى الله ودهش موسى مما يقولون وأخبرهم أنه لا يجوز أن يروا الله أخبرهم بقصة الصعق التي حدثت له فوق جبل الطور عندما طلب نفس الطلب من الله وأخبرهم أنهم لن يستطيعوا أن يروا الله وهم على هذه الهيئة البشرية ولكنهم لم يقتنعوا بكلامه ما هذا الكلام الذي تقوله؟ انظر يا موسى لقد أخذتنا معك كل هذه المسافة وتركنا أهلنا وديارنا كي نلقى ربك وفي النهاية تقول إننا لن نستطيع أن نرى الله يا موسى أنا لن أؤمن لك حتى نرى الله جهرا وبعد أن قالوا كلمتهم وشددوا على رؤية الله كي يؤمنوا لموسى ظهرت نظرات الخوف على وجه موسى وما هي إلا ثوان حتى حدث ما لا يحمد عقباه أنقذنا يا موسى أنقذنا 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 يا موسى وصعق الرجال ووقعوا موتا لأنهم طلبوا أن يروا ما لا يجوز أن يروا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون توسل موسى إلى الله أن يغفر لهم ما فعلوه وأخبرهم أنهم قوم سفهاء لا يعرفون عاقبة الطلب الذي طلبوه منه وظل يتوسل ويفكي إلى الله وغفر لقومه فأحياهم الله بعد موتهم إنه هو الغفور الرحيم وعاد الرجال إلى الحياة مرة أخرى وقال لهم موسى أنهم طلبوا شيئا يستحيل أن يحدث وأخبرهم أن من نعمة الله عليهم أنه بعثهم بعد موتهم إلى الحياة مرة أخرى لطفا ومغفرة منه لأنهم إن بعثوا على ما كانوا عليه لا بعثوا على الكفر وأن من يبعث على الكفر يرث جهنم وبئس المصير ثم استمع المختارون في هذه اللحظة إلى النبوءة التي تبشر بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وعاد موسى بقومه بعد أن ذهب لميقات ربه وبعد أن طلب من الله أن يغفر للقوم خطيئتهم أجابه الله إلى ذلك وأمره أن يذهب بالقوم إلى الأرض المقدسة شخص من بني إسرائيل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وما زال موسى يجلس مع القوم يعلمهم وينصح لهم ويشدد عليهم أن لا يعصوا الله ما أمرهم وأن يأخذوا بما جاء في التوراة وأن يعملوا للآخرة ويخبرهم أن الدنيا دار ابتلاء وأن الآخرة هي دار الجزاء وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وأن الله واحد ليس له شريك في ملكه وأن كل من يبتغي غير الله فقد أثم وكفر وجزاؤه النار ولكن العبيد هم العبيد بعنادهم وكفرهم وعدم تصديقهم لموسى وأمر الله تعالى موسى أن يسير بقومه نحو بيت المقدس بعد أن ظل قوم موسى يرحون عليه في طلب مملكة لهم وبدأ موسى في التحرك نحو بيت المقدس ووراءه العبيد وستسخط الكثرة ورضاء القلة منهم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء واجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وعندما وصل موسى مع بني إسرائيل إلى أسوار بيت المقدس أراد موسى إخبار قومه بما أمره الله أن يدخلوا بيت المقدس ويقاتل أهلها ليخرجوهم منها ويسكنوها ولما قال لهم قالوا إنني معك يا نبي الله ولكن يجب أن نخبر باقي عبيد بما تريده لنا من خير سأخرج لأخبرهم انتظر انتظر أيها العالم فلتخبرهم في الصباح دعهم الآن نائمين وفي الصباح نخبرهم ونشرح لهم كل شيء ما هذا الذي يقوله موسى؟ هل يريدنا أن ندخل بيت المقدس ونقاتل من فيه؟ إننا ما خرجنا من مصر كي نقاتل أنا لن أقاتل أحدا ولا أنا ولا أنا ما لي أنا والقتال؟ إذن هيا لنخبر العبيد بما قال موسى وهارون ونحذرهم مما يدفعوننا إليه وننصحهم أن لا يسمعوا كلامه هيا 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 وفي الصباح عندما اجتمع القوم يا موسى لن نستطيع محاربة قوم بني المقدس إننا عبيد ضعفاء وقومها جبارون فلتبحث لنا عن مدينة أخرى لكي ندخلها ونقاتل أهلها نحن نعلم ما فعلته أنت وربك لنا يا موسى ولكننا لن ندخلها مدام فيها سندخلها إذا خرجوا منها كيف يخرجون منها هكذا؟ ما هذا الذي تقول؟ إننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها أجل أجل حتى يخرجوا منها لن ندخلها أجل أجل وظل موسى يدعو قومه للقتال كل يوم إلى أن توقحوا على موسى لقد مللنا هذا الحديث يا موسى وأنت تعرف نيتنا منذ أول يوم دعوتنا فيه للقتال لقد قلنا لك إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها مدام فيها أدخلوا عليهم من الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك وقاتل يا موسى إنها هنا قاعدون أجل أجل إنها هنا قاعدون أجل إنها هنا قاعدون أجل يا موسى يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتوه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون وبعد أن رفض العبيد دخول بيت المقدس ومحاربة من فيه لكي تعلوا كلمة الحق وبعد أن شك موسى لربه ما فعله العبيد معه وبعد أن أيقن أنهم لن يدخلوا بيت المقدس دعا الله أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين واستجاب الله لموسى وأنزل غضبه على عبيد بني إسرائيل وحرم عليهم دخول مدينة بيت المقدس أربعين سنة وجعلهم يتيهون في الصحراء هذه الأربعين سنة وبدأت سنوات التيه والغضب وتعطل حلمهم بعد أن كان على بعد خطوات قليلة منهم وحزن موسى بعدما علم بأمر الله ولكن الله عز وجل قال له فلا تأسى على القوم الفاسقين وكان موسى حزينا يفكر فيما فعله اليهود بأنفسهم وكيف عصوا الله بعد أن نجاهم من فرعون وكيف لم يطيعوه بعد أن أمرهم بدخول بيت المقدس وصبر موسى على العبيد كي يكمل رسالته ودخل العبيد على المجاعة بعد أن نفذ طعامهم وشرابهم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين إن طعامنا قارب على الانتهاء يا موسى وما زلنا في الصحراء التي ليس بها زرع ولا ماء من أين سنأتي بالطعام يا موسى؟ أخبرنا ودعا موسى ربه فاستجاب له وأرسل عليهم سحابة تقيهم حرارة الشمس أنزل لهم الله من السماء المن وطيور السلوى حتى يأكلوا ويسدوا جوعهم وأكل بني إسرائيل المن والسلوى وأنقذهم موسى من الموت جوعا في الصحراء وبدأ ينفذ الماء وبدأ يقتل بعضهم بعضا من أجل الماء فذهبوا لسيدنا موسى وطلبوا منه أن يدعوا ربه ليرزقهم الماء افعل شيئا يا موسى ادعوا لنا ربك ادعوا لنا ربك لكي ينزل علينا ماء كما أنزل المن والسلوى أنا أطشان ادعوا لنا ربك افعل شيئا يا موسى ادعوا لنا افعل شيئا يا موسى وساد الهرج والمرج وعلت الأصوات التي تطالب بالماء ودعا موسى ربه وأمره الله أن يضرب بعصاه الحجر فانشقت منه اثنتا عشرة عينا وعلم كل سبط من الأسباط لاثني عشر اليهود ما شربهم من الماء وأخبرهم موسى أن الماء قسمة بينهم ولكن لم ينتهوا عند هذا الحد بعد كل ما أنعم الله به عليهم ما زالوا يشتكون ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أفن له من طعام لقد سئمت لا يوجد غير المن والسلوى عندك يا موسى وهكذا سئم بن إسرائيل من طعام المن والسلوى وذهبوا إلى موسى يشكون إليه يا موسى يا موسى لقد سئمنا من طعام المن والسلوى إننا نريد العدس والفول والبقول والخضروات ادعو لنا ربك أن يخرج لنا هذا الطعام من أرض سيناء وعاد موسى ينبههم إلى ظلمهم لأنفسهم ودعاهم إلى الصبر حتى يأتي أمر الله ولكنهم ضدروا منه ولم يسمعوا له وقال موسى مستنكرا عليهم أتطلبون هذه الأطعمة التي هي أقل قدرا وتتركون هذا الرزق النافع الذي اختاره الله لكم اهبطوا هذه البادية إلى أي مدينة تجدوا مشتهيتم ولما هبطوا تبين لهم أنهم يقدمون اختياراتهم دائما على اختيار الله لذلك لزمتهم صفة الذل وفقر النفوس وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وتمر السنون السنة وراء السنة وتتعاقب الفصول وما زال بنو إسرائيل في التيه في تيه الصحراء لا يعرفون لهم وجهة ولا قصد يسيرون وراء موسى الذي يعلم جيدا أنهم سيظلون على هذه الحال أربعين سنة سيظلون تائهين وفي يوم من الأيام كان موسى يخطب في بني إسرائيل ويدعوهم إلى الله ويحدثهم عن الحق ويبدو أن حديثه كان جامعا مانعا رائعا فبدى كما لو كان يلخص حكمة الدنيا في السطور التي قالها تحدث معهم كيف أهلك الله قارون وفرعون وكل من أراد بهم سوءا وذكرهم بقصة عبور البحر ذكرهم بالمن والسلوى والينابيع التي تفجرت في الأرض وكيف اصطفاه الله ليكون نبيا لبني إسرائيل وكيف رأوا المعجزات بأعينهم لم يترك شيئا إلا وذكرهم به يا له من حديث لقد أجاد موسى الحديث هذه المرة أكثر من أي مرة أخرى من أين أتى بهذا الكلام؟ إنه لم يترك شيئا إلا وتحدث فيه وانتهى موسى من خطابه الرائع وكان بني إسرائيل جميعا معجبين بالحديث الذي لم يسمعوا مثله من قبل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسوهونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وهنا قال أحد بني إسرائيل لموسى شيئا جعل الأمور تسير على غير ما يرام لقد كنت حقا عظيما يا موسى في حديث الصباح ولكن هذا لا يمنع أن من الممكن أن يقول أحد غيرك مثل هذا الحديث إن موسى أعلم أهل الأرض جميعا أليس كذلك؟ بلى أنت أعلم أهل الأرض جميعا وهنا أجاب موسى بأنه أعلم أهل الأرض جميعا وبسبب هذه الزلة من لسان موسى ساق الله عتابه لموسى حين لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى ثم كلمه الله عز وجل وقال له يا موسى ما يدرك أين يضع الله علمه وأدرك موسى أنه تسرع وعلم أن لله عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه وبعد أن فطن موسى لكل ما حدث وعلم حقا أن الخضر أعلم منه وأنه كان يفعل كل شيء بأمر من الله الذي لا يضر أحدا من عباده قال له أوصني قال الخضر سأوصيك يا موسى لا تكن مشاء في غير الحاجة وإياك واللجاجة ولا تضحك من غير سبب ولا تعير الخطائين بخطاياهم وابكي على خطيئتك ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد يسر الله طاعته عليك يا موسى وداعا يا موسى وداعا يا نبي الله وعاد موسى أدراجه عائدا إلى بني إسرائيل عاد بعد الرحلة العجيبة التي جمعته مع الخضر عاد بعد أن علم أشياء لم يكن يعلمها من قبل وتدور الأيام ويحمل على الأكتاف في نعش من كان البارحة يسير على قدميه وسط العبيد وتفنى العبيد وتولد عبيد وينتهي جيل ويخرج جيل ينتهي جيل عبدة الأصنام الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلهة ويصعد جيل التيه الذي لم يسجد الأصنام ووحى الله تعالى إلى موسى أني متوف هارون ومات هارون وأخبر موسى العبيد بأمر هارون بأن الله قد قبض روحه وفزع العبيد وحزنوا على فراق هارون لأنهم كانوا يحبونه بسبب طيبة قلبه وصبره عليهم وهكذا أصبح موسى وحيدا بعد موت هارون لقد مات من كان موسى يشدد به أزره ويشركه في أمره لك الله يا موسى ويقول العلماء إن موسى عمر مئة وعشرين سنة في الأرض ولكل شيء نهاية والإنسان ولد ليموت والأنبياء بشر ويجري عليهم قانون البشر عندما جاء اليوم الذي سيموت فيه موسى يحدثنا أبو هريرة عن هذا اليوم من لسان أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك فلطم موسى عين الملك ففقأها فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل فقال يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وفقأ عيني فرد الله عليه عينه فقال ارجع إلى عبدي وقل له آل حياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يداك من شعره فإنك تعيش بعدد كل شعرة لمستها كل شعرة لك بها سنة وذهب ملك الموت إلى موسى وأخبره بما قاله الله له فقال له موسى ثم ماذا قال ملك الموت الموت تموت فقال موسى الآن من قريب واختار موسى الموت وبعدما قال موسى الآن من قريب قال يا رب فادني من الأرض المقدسة رمية حجر إني أريد أن أتفن قريبا منها وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا النمرود بن كنعان كان ملك بابل وقد استمر ملكه أربعمائة سنة يحكم الناس بالحديد والنار وكان أحد أربعة رجال ملك الدنيا بأسرها اثنان مؤمنان هما ذو القرنين وسيدنا سليمان عليه السلام واثنان كافران هما بغت نصر وبطل قصتنا النمرود ما هذه الأرض المغفرة إنني لم أرها من قبل إنها مقابر الفقراء يا مولاي الفقراء يدفنون موتاهم في هذا السهل المنبسط الجميل بجوار النهر أين المهندس كوشي؟ رهن إشارتك يا مولاي النمرود أريد أن أهدم هذه المقابر وأبني بدلا منها حديقة لي أمرك يا مولاي ولكن ماذا نفعل برفاة الموتة؟ ألق بها في أي مكان آذر كبير الكهنة أمرك يا مولاي لقد زرت المعبد بالأمس ورأيت فيه أصناما كثيرة كيف لا يكون بين الآلهة إله على هيئتي؟ أمرك يا مولاي سيكون إله القوة والحكمة والعظمة والذكاء أريد أن أراه في زيارة القادمة مولاي النمرود بنورة تطلب الإذن بالدخول نعم أدخلها فورا رأيت في نجوم الليل أمرا خطيرا لا يجوز أن يقال على الملأي ماذا رأيتي؟ سيولد في هذا العام طفل ذكر وسيكون هلاكك وانقضاء ملكك على يديه سيولد؟ معنى هذا أنه لم يولد بعد؟ نعم إنه لا زال في بطن أمه حسرا الأمر لا زال في يدي إلى أين يأخذوننا يا سمية؟ لا أدري يا زبيدة يا جارة العزيزة لا أريد صوتنا أيها النساء تحركنا في صمت هيا أسرع كيف نسرع ونحن حوامل يا سيد الوزير؟ ربما يساعدكن الصوت على الإسراع أن نمرود بنفسه ينتظر وصولكن مولاي هل تأكدتم أن هؤلاء كل النساء الحوامل؟ بكل تأكيد يا مولاي ها ها عظيم احتفظوا بهن في مكان أمين إلى أن يلدن أولادهن ثم دعوهن في مخازن الغلال القديمة وماذا نفعل بعد أن يلدن؟ التي تلد أنثى تأخذون الفتاة إلى جناح الجواري والأطفال الذكور يقتلون جميعا في الحال إلى أين تذهب يا آزر؟ اخفضي صوتك يا أختي سأذهب إلى الجبال حيث تختبئ امرأتي أخشى عليك يا آزر إذا علم النمرود بأنك تخفي علي حمل زوجتك أنا كبير كهنة المعبد وقد أقمت له تمثالا وجعلته واحدا من الآلهة ولكن النمرود لا يؤمن جانبه معك حق إنني لا أدري ماذا أفعل عندما يولد الطفل ليبقى مع أمي في الكهف إلى أن يصير شابا يا فعل هيا اذهب إليها بالطعام فهي في حاجة إلي وبلدت زوجة آزر مولودها الذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام وظل أبو الأنبياء مختبئا في كهف بجبل خوفا عليه من بطش النمرود حتى صار شابا يافعا يا أخي الحبيب هل أنت ذاهب إلى قرة فؤادي إبراهيم؟ نعم ذاهب إليه وما لك تبدو حزينا؟ إنه لا يسمع كلامي أبدا يعاندني في كل شيء يرفض عبادة آلهتنا ولكن لا تنكر عليه أدبه وحنانه وخلقه العظيم الذي لم أشهد مثله في حياتي أنت تنحازين له لأنك عمته لا يا آزر كل من رأى إبراهيم يعرف قدره ويكبر شخصه لو أنه يستجيب لي ويعبد ما نعبد من الآلهة لكنه يؤثر الاختلاء وحيدا والنظر إلى القمر وإلى الشمس وأنا لم أعد أفهمه بالمرة هل أرسلت في طلبي يا مولاي؟ نعم يا بنورة إنني مصاب بالأرق ولا أستطيع النوم معذرة يا مولاي لست طبيبة أشعر بأن هناك خطر ما يتهددني لقد أخبرتك يا مولاي من قبل وحذرتك من المولود الذي سينهي حكمك أي مولود لقد قتلت كل المواليد الذين جاءوا إلى الدنيا في هذا العام قتلت الجميع إلا عدوك أنت محتالة محتالة كاذبة يا بنورة شكرا لك يا مولاي هل تأذن لي بالانصراف؟ بل انتظري أخبريني عن عدوي هذا بالمزيد أريد أن أعرفه وأستعد له سيظهر لك في الوقت المعلوم أريد كلاما محددة متى وأين؟ العلم عند الآلهة أنا الإله ولن يستطيع مخلوق أن يتحداني هل تفهمين؟ وصل الجبروت بن مرود أنه كان لا يطعم إلا من يسجد له بينما وصل خليل الله إبراهيم إلى قمة العقل والحكمة فأوحى الله إليه بالحق وأمره أن يدعو الناس إلى الدين الحنيف أيها الناس يا عبيد إحساني قررت أن أرزقكم هذا الطعام فاشكروني واركعوا لي لم يصلني شيء من الطعام يا مولاي هذا لأنك لم تحسن الركوع وتستحق أن تموت من الجوع أنت أيها الفتى لماذا لا تركع؟ ألك إله غيري؟ قال له سيدنا إبراهيم رب الذي يحيي ويميت أنا أيضا أستطيع أن أحيي وأميت سأحيي هذا الرجل انضفي سلام المجد والعز لمولاي الملك وسأقتل هذا الرجل وما ذنبي أيها الظالم اللهم انتقم منه شر انتقام أرأيت؟ أصبحت أنا أيضا أحيي وأميت قال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب ماذا بك يا مولاي؟ لماذا توقف لسانك عن النطق؟ أين الأطباء؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ماذا جرى له يا طبيب؟ لا أدري كيف لا تدري؟ أليس هذا عملك؟ هناك علن يعجز العلم عن اكتشافها أنت مهندس بارع فهل تعرف كيف تقف السماء دون أعمدة؟ لا هذا سر من أسرار الكون وما أصاب الملك النمرود مرض لا نعرف أصله ولا أسبابه إنني لا أفهم شيئا من حوار العلماء أتصور أن النمرود سينهض من كبوته وسيعود أقوى من ذي قبل حمدا للآلهة على شفاء مولاي أية آلهة أنا وحد الذي منحت نفس الشفاء مورك لك في صحتك يا مولاي بل نورة سأثبت لك من هو النمرود لقد عرفت عدوي وأصبح من السهل محاربته من هو يا مولاي؟ إنه ذلك الشاب ابن آزر الذي تحداني وقال لي إن له إلها غيري أتقصد إبراهيم الذي طلب منك أن تجعل الشمس تطلع من الغرب؟ إنني أتعدب كيف يكون ابن آزر كبير صناع التماثيل كافرا بآلهة أبيه ابعثوا إلي بآزر في الحال قل لي يا تارح أليس اسمك الأصلي تارح؟ قبل أن تحصل على لقب آزر بين الكهان بالضبط يا مولاي اسمي تارح وآزر هذا لقب كهنوتي حصلت عليه بإخلاصي لمولاي النمرود متى يا تارح؟ ولد ابنك إبراهيم لا أدري على وجه الدقة يا مولاي لقد كبرت سني ولم أعد أتذكر سأحاول تذكيرك هل ولد في العام نفسه الذي أمرت فيه بقتل الأطفال الذكور؟ لا لا بالتأكيد لا وإلا كنت قدمته بنفسي للقتل يا مولاي أصدقك يا تارح ولكن يجب أن تقدم ما يثبت إخلاصك أمرك يا مولاي أنا خادمك المطيع هل يرضيك ما فعله إبراهيم معي؟ لا يا مولاي والأدهى من ذلك أنه ذهب إلى المعبد وقام بتحطيم جميع التماثيل إلا واحدا منهم وهو كبيرهم حطم التماثيل بما فيها تمثالي أنا نعم للأسف يا مولاي يجب أن يعاقب وسيكون عبرة لمن يعتبر قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأخسرين هيا أسرعوا من يتقاعس عن العمل سيحرق قبل إبراهيم أريد أن أعرف كيف نجى إبراهيم من النار كيف دخل إلى المحرقة وخرج سالما إنها ظاهرة ليس لها تفسير يا مولاي كيف تغيرت خواص النار فأصبحت بردا وسلاما العلم يقف عاجزا عن تفسير ذلك أغربوا جميعا عن وجهي ابقي أنت يا بنورة فسري لي ما حدث ليس لدي تفسير يا مولاي ماذا؟ سأجزل لك العطاء ولكن ساعديني الآن ليس بإمكاني يا ملك البلاد كيف أنجو من إبراهيم هذا؟ بل تنجو من ربي إبراهيم أن تتبع الحق الذي جاء به النبي الكريم النبي الكريم؟ هل آمنت به؟ وهل يجوز لعاقل أن يرى المعجزة بنفسه ثم ينكرها؟ حتى أنت يا بنورة الكل خائن الكل خائن سألتقم منكم جميعا تستطيع أن تؤذينا جميعا في الحياة الدنيا ولكن هذا لن ينجيك من عقاب الآخرة لا يوجد من يستطيع عقابي أتفهمين؟ أنا الملك الإله وسأظل هكذا ما حييت اسمع يا كوشي أعرف مدى تعلقك بالمال العفو يا مولاي أنا خادمك المطيع سأعطيك كل ما تطلب بل ضعف ما تطلب مرني يا مولاي الملك الإله أريدك أن تبني لي صرحا عاليا يخترق السحاب ويصل إلى السماء المهم أن تبدأ فورا أحسنت يا كوشي إنني ألمس السحاب بيدي هذه هي المرحلة الأولى يا مولاي من الصرح في المرحلة الثانية سنرتفع فوق النجوم الآن أستطيع أن أقولها بثقة نجوت من إبراهيم وأتباعه وأراهم من مكاني هذا أصغر من النمل وأستطيع أن أسحقهم بقدمي ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ إنه الزلزال أو ربما بالغنا في الارتفاع امنع سقوط البناء افعل شيئا افعل أنت إذا كنت إلها كيف تخاطبني بهذا الأسلوب؟ سنموت أيها الأحمق أصمت الشيء العجيب أنني بخير لم تتحطم ضلوعي بالتأكيد هذا لأني ملك وإله ما هذا؟ من أين أتت سحب البعوض هذه؟ إني لا أرى من كثرة البعوض إنني أعمل الآن ليس هذا وقت التسول أنا تعرفني أنا الملك النمرود لديك نفس الصوت بل إنك تشبيه بالفعل أنا هو أيها الأحمق تأدب يا رجل أتكون فعلا الملك النمرود؟ نعم نعم أيها الطبيب صدقني أعطني أمارة على كلامك كيف تغير النار خواصها ولا تحرق إبراهيم؟ العلم عاجز دائما عن فهم مثل هذا أنت الملك إذن ما الذي جرى لك؟ ألم تسمع بالكارثة هجمت جيوش البعوض وقتلت كل جنودي وأتباعي ودخلت بعوضة إلى رأسي تطن طوال اليوم تطن تطن أسمع صوتها بالفعل ولكنها غير ظاهرة يبدو أنها دخلت من الأنف أو من الأذن واستقرت بالجمجمة المهم أن تخرجها من رأسي ستموت لو حاولنا إخراجها وما العمل؟ وما العمل؟ لا تقل إن الطب يقف عاجزة هناك حل وحيد أن يضرب رأسك بالمطارق حتى تهلك البعوضة في داخلك قد عفونا عنك ولا نريد ضربك ولكنني أتوسل إليكما لا أستطيع النوم بطنين البعوضة في رأسي إنها تطن لقد ضربناك بالأمس يا نمرود على رأسك ألا تهلك تلك البعوضة أبدا؟ لا تزيد من طنينها أرجوكم أسرع بضربي فوق رأسي حسنا حسنا لا تبكيك النساء يا رجل سنضربك على رأسك إنني لا أجد مطرقة أضربك بها الحذاء الخشبي الحذاء الخشبي السيدي يفيد الغرض هل أنت متأكد يا نمرود أنك تريدني أن أضربك فوق رأسك بالحذاء؟ أرجوك أرجوك يا سيدي حقق لي هذه الأمنيات الغالية لا حول ولا قوة إلا بالله أن نمرود أعتى حكام الدنيا تقهره بعوضة وتذله إلى هذا الحد ماذا ترين يا نمرود؟ الرجل الذي كان يضربني على رأسي بالحذاء لم يعد يضربني هذا لأنه ما توضع الدنيا تخلص من إزعاجك له لكن البعوضة تطن في رأسي تطن تطن آه تطن أريد أن يضربني أحد لا تبكي الرجل لا يبكون لا ما ليبكون إذا كان في رأسهم بعوضة تطن؟ اهدأ أريد مطارقة من حديد حسنا خذي أيتها البعوضة الحقيرة التي لا تعرف قدرها أمام رب العالمين متى ينتهي عذابي يا بنورة؟ متى؟ ومثل ما ظل النمرود يسرف في الظلم أربعمائة عام ظل يعذب من أضعف حشرة أربعمائة عام أخرى كان أمام النمرود عدة فرص للتوبة عرف الحق في حواره مع النبي الكريم لكنه عاد إلى المكابرة ورأى معجزة خروج سيدنا إبراهيم من النار فازداد كبرا وعنادا ثم أنجاه الله من الصرح المهدوم فأصر على الظلم والكفر فاستحق ما ناله من عقاب اشتركوا في القناة